كلمة الدقتريات ده عصلا جميعها بالعربي يعني ايه بسمونها المرونة او التلدين يعني ايه كلمة التلدين دي او مادة لدنة يعني مادة تقدر تستحمل تغيير في الشكل بتاعها من غير ما تتكسر مثل الروبر تقدر تشده من غير ما يتكسر مثل الروبر تقدر تقدر تشده من غير ما يتكسر على طول مثل البرتلنس دي يعني هشاشة زي الجلس هتحطة ازهازة كده حاول تضغط عليه بأي فرصة تتكسر على طول بشي تستحمل اي سترين تمام؟ هنا مديك ايه بقى شوية حاجات كده نيكينج اس لكولايزد ريداكشن الكروستيكشن اريا كلمة النيك اللي في النص دي دي اقل اقل كروستيكشن اريا بيعصف تمام؟ فور دقتل الماتيريال نيكينج اكيور بفور اي فريكتر يعني في الدقتل الماتيريال اللي هي المواد التي تستحمل التغير في الشكل بتاعها المواد اللادنة في ايه؟ نيكينج بيحصر بعد كده ايه؟ تبدأ الحتة الفنص تزغر خالص لحد ما تتكسر طب في البرتلنس لا بلتل الماتيريال هتحطة الازاز كده وجرب اول ما تشدها هتتكسر على عطوط ما بيحصلش قصة نيكينج بتتدمر بلتل الماتيريال بيحصر بلتل ما بياك كونكريت وكوهلس في البرتل الماتيريال تتحرك كده اصرع سترين مع الشئ اسمرة يوفرام الشئ اصلا بحسبها اي بص اي برسنتج اللي تغير على الاصل الاصل عندي اي نوت يبقى اي نوت نقص الاف اللي هي قبل فريكشور على طول في مية وليكن دوني مثال الانوت بتاعتك كان وليكن عشرة ملي ميتر سكوير جي بعد كده راح جاي قال لي خالص كده نفس الشكل ده كده اللي انا عامله ده هنا بقيت العشرة دي بقيت خمسة انا عاجز احسن البرسنتج هتقول لي اي نوت العشرة انا عاجز الخمسة عن عشرة في مية تدع حسبت البرسنتج نخش بعد كده اللي هنا مقارنة سهلة جدا هو كده كده مش محتاجة مقارنة انا خلاص انت حطيت المثال بتاع الازاز في الناد مش هتعتر ايه تقون دقتائي الماتيريال اركابل اف اندرجوينج هيت في راجل سترين بيقدر يعمل لها راجل سترين يبقى احنا كده هنا نجي نرابع المقارنة دي احنا شو محتاجين نرأه اصلا تعاني الى دقتائي الماتيريال دي كيابل اف اندرجوينج لارجل سترين تقدر تعمل لها راجل سترين كمية بلاستيك يعني ما يرجعش تاني لو شلط الفورسة ما يرجعش تاني يعني يقدر ياخد انيرجي قبل ما يكسر يعني يقدر يستحمل انيرجي قبل ما يكسر زي ايه زي الكبر الالمونيوم الستيل طيب ودايما في نيكينج دايما في نيكينج الى الحتة اللي هي اصغر اريا عندها لكن البلاترل لا البلاترل فايل ان تنشان راتف لو فاليو اكزامبل الكونكريات الجراس الكاست ايرن الستون البلاترل او نو بلاستيك دي فورماش اولا جدا بس اولا جدا بس اولا جدا تمام كراستوليستك او بلاترل ماتيريال فراكشور بريمانديكوال توسترس يعني هي ايه بريمانديكوال عمودية مع الاسترس يعني زي الاسترس بزو جميل قوي هنم اديك شوات امثلة هنا البلاترل اسف او ما يكون المادة في دغتايل زي ما انت شايف كده ما استحملتش خانص استحملت وحصل عندها ايه حصل عندها نيكينج اسف لما يكون في دغتايل تستحمل ويحصل عندها نيكينج مدر الدغتايل نص ونص حصل نيكينج برضو بس مثل ايه الفي دغتايل لا هو بريتيل ما بحصلش نيكينج ابدا بحصلش اصلا بيكسر على طوب طب جميل قوي والسومات اللي تحت برضو نفس الكلام البريتيل عاملة ازاي الدغتايل عاملة ازاي هنا بحصل نيكينج انا بحصلش طيب ابريتيل ماتيريال زي ماتيريال ايه استرونج بيكوز زي 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 بحصلش كلمة طفنس عامة يعني المادة دي تقدر تستحمل استرس وسترين ولا يعني هي المادة النادنة ولا لا يعني هي ده الطفنس ما يعتبرش مصطلح جيدة علينا ما يعتبرش مصطلح جديدة بس هو مصطلح بستخدمه عشان يشوفوا المادة دي هتستوع بتاقي الطاقة ولا لا حتى يتحدث كونه عشان يتحدث Skills هذا يدعم تقدر طفنس السيد الخاص يترجم علي Cathy ذا إنتقال البريتل يترجم عليك ايضا لكن لديه لหัط جديد وهي لطفنس ثابت جديد جديد وجديد وهي لطفنس وهي لطفنس وهي لطفنس خارج det every trial دقتيل هي هي دقتيل لما تبيه المسترين لأن أسترين حكما يجب انقذ دقتل حكما ينظر مسترين ويكون ذائع وهذه السرين هي مسترين ثم محل لانه مواصفة بلاستيك دي فرميشن يعني ايه بلاستيك دي فرميشن يعني ده المادة مش هترجع تاني لاصلها مش هترجع تاني لاصلها ومثل بلاستيك دي فورميشن زي بيكم هاردر اند سترونج يعني المادة المتل ده لما يحصلوا بلاستيك دي فورميشن بيبقى صالب هاردنر ومقاقوى في الصلاب بتاعته this strength i cure because of decolizing movement دي انا اسمح سريعا كده عشان تبقى فهمه لودنج ابلودنج وزين المسكة بالسكان يعني ايه بقى حته الان المتال زي عام متل تمسك حاجه فيها اسمها متاليك بوند بتلاقي كل بوند كده مسكه بالاستوى كل اثمية مسكه بالجنوبها متاليك بتاليك بوند كده تشد الماتريا يبدأ الصف يتحرك كده يتحرك كده يتعيد ترتيب الاتومز ترتيبها وتمسك في بعض اقوى يتبقى المادة اكتر في السترونجر تشد المادة تشد المادة تستينج الحتة مهمة جدا لان انت دائما تتكر المادة تضعف لا مش شرط المادة تتبقى اقوى لانها تتعيد ترتيب السترونجر ولكن عند نقطة معينة عند نقطة معينة بيحصلها ايه؟ تشد المادة تست تشد المادة تستينجر منحeri بقائس ح compete أن المادة ت قاوم المادة تقاوم المادة ت sherp حتى تست با nouveaux تضعف ويضع اعطل مدبب واقعته داخل و تعطيه لود مجر عندك نوعين من التست يبدأ نوعين من التستات بإيسوا الاندنتيشن يعني كمة الاندنتيشن معناها اللي انا اقوم اللي انا اعمل فجوة او هول في الماتيريال دي يعني حتى لو ترجمتها للعربي الاندنتيشن دي بتشير اللي هبوط في السطح هبوط في السطح يعني ده التست اللي بيتم ازاي بقبرة عن بول كده بول تقيلة حطها هنا تمام؟ لو شوف بعد كده سطح ده نزل قد ايه نزل قد ايه نزل قد ايه تبدأ التست ده وبعبارة عن اسمول ستيل باسمول ستيل بول برضو من دايمون بس التيب كون عندها سن ده الفرق بين ده و ده وبشوف ده او ده نزل قد ايه في الماتيري طيب عندك تست تلس من مايكرو هاردنر تست والفيشار هاردنر تست دي ما عندكم لها اسمها تستات هنا في الروكويل تست ده بيست الاندنتيشن اللي هو الفاجوة دي او الهول دي عن طريق ايه الدبس اللي هو عمك نفسه قد ايه تمام؟ طب هنا البراننر هاردنر تست بيعتمد على الديامتر بتاع الاندنتيشن نفسه يعني ده ببقى ده بقى قد ايه ده بقى شوف الديامتر بقى قد ايه يعني الديامتر الفاجوة اللي حاصل قد ايه طبعا لو دخلت على الانكاتل تحت ده هتلاقي فيديوهات سابقه او التست زي ما انت شاهد بالزبط كده نكبر واحد منهم او زي ما انا قلت لك بالزبط ده عبارة عن ايه كورة تمام؟ كورة هون كورة تقيلة بشوف اسطرات في السطح ده ازاي تمام؟ طب التاني لا التاني بص اختلفت تماما حاجة لها سن ده اللي هو هاردنر تست الباقي اعتبرهم يعني ما بيش بيستخدمه قوي بس برضو يعني ايه بص عليه ده الفيكر هاردنر تست شبه اكتر بكتير شبه ايه للتست اللي قبله عطوه بس ده مدبب زيادة يعني التست بتاعه مدبب زيادة لكن اول اتنين دول اشهر تستين انا الموضوع مش صعب الموضوع السهل ما تحسش ان الدنيا صعبة هو عبارة عن ايه التست ده الاتنين بقيسوا يعني انا عندي سطح اوه بحط عليه الكورة بشوف السطح ده ننزل قد ايه ده اول تست اللي هو البرينل ده طب التاني هو نفس السطح برضو بشوف الديبس ده بقد ايه تمام؟ ده بعتم بالديامتر وده بعتم بالديبس تمام كده؟ ده تابل برضو ما فيش ايه حاجة عليك حفز بيديك كل شوية مواد تمام؟ ويقولك مثلا في البنانة الهاردنس تست السكيل بتاعك كام مثلا لو انا عندي دايمون يقدر حجم دايمون ووزنها ستين تمام؟ والهاردنس اللوت بتاعها من ثلاث تلاف كيلو كيلو جرام لود مثلا عندك سكيل اي بي سي دي اي اف تمام؟ دي كلها سكيلات مختلفة من التست ونفس الكلام دي كلها سكيلات مختلفة من التست وفيش ايه رقم عليهم عليك حفز الديناميك بروبرتس كلمة الديناميك بايمكننا عن الديناميك يعني فيه تغييه طبعا معلش ان اعزور ان اشرح بسرعة عشان الوقت يعني انت مبلغني النهاردة للجس ايه بكرة الديناميك بروبرتس اي مني انجينيينج امليكيشن برودكتور كومبوننت ار سبجيكتد ان فاريس طيب اوف ديناميك لود تمام؟ يعني كيمة ديناميك باخراص حاجة بتتحرك صادن امباكت او اور لود زاد في ربيدل ان ماجنيتود تاني حاجة ربيدت سايكل يعني ربيدتت حاجة بتتقرر عو طول فريكوانت تشينج انزمود يعني ايه فريكوانت تشينج يعني تردو دي يعني مثلا حاجة تنزل تقبط وتطلع تقبط وتطلع تقبط وتطلع تمام؟ لكن الصادر امباكت مرة واحدة برمي مثلا حاجة تقيلة تابع ربيدتت سايكل سايكل مو ايه؟ مثلا اجي هنا شوية او ارجع تاني زمن ربيدتت زمن ربيدتت ان من انجينيينج ابليكيشن برو دكتور كمبونت ار سبجيكتيد ان فرياس طيب ديناميك لودينج تمام؟ الفرق من اللي فات اللي هو ستاتيك يعني ايه ستاتيك؟ يعني حاجة ثابتة لكن ده ديناميك يعني مثلا هناك التنسال تست فرصة ثابت اللي بتقصر عندك الفرصة ثابتة لكن ده اللي بتغير طب هنا العكس ده ثابت وبتقصر عليه ايه؟ فرصات مختلفة لودين مختلفة الامباكت تست زي ما انت شايف كده ببقى عبارة عن همر شايف الهمر ده؟ ده عبارة عن جهاز همر بروح جاي طالع خبط على الماتيريال وبراجعتين طالع خبط على الماتيريال وبراجعتين بص هنا بتشوف الماتيريال هنا بدأت تتيني هنا تكسرت خلوس امباكت تست از اتست او تترمين امباكت رزيستنس او ماتيريال ده بتعمل بتعمل دايما البرودكت اذا معارضة انها تقع او معارضة انها تتخبط في حاجة زي مثلا اقول لديك مثال كده بسيط هو يعني مش صح بس اشبه عارف انت العربيات بتاعت الالعاب اللي تقعد تخبط في بعض ده بيحصل ايه؟ امباكت ما انا عشان از از امباكت تستحمي الامباكت دي ما بقيسه ازاي بقيسه زي ما انت شايف كده بحاجة زي الهمر هو نوعين في حاجة اسمه ايزود امباكت اللي هو رزيستنتست وفي عندك حاجة اسمه ايه؟ شاربي امباكت بالاتنين زي ايه بعض الشاربي زي ما انت اخبار لك عشان تشوف بابا هنا في الازود ده بيعتمد هو يكسر ايه؟ الماتيريال بصوا وما فيه سين زي ما انت شايف كده يكسر الماتيريال لكن هنا الماتيريال ايه؟ التانى في الشاربي تست تمام؟ طيب نكمل برضو الديناميك بروبيرتس نفاكر اول حاجة بقناها اللي عندها اسمه تتس بسبيتها على حاجة هنا واحاجة هنا وبداها فرصة هنا ايه؟ تنزيل عليها ايه تتغطها زي ما انت شايف كده تمام؟ الترشن تس بمسكها من ناحيتين الماتيريال عنده ايه؟ من تحت ولف دايما ولف دا شمال بعصورها كده بقى صورة ها تمام الفاتيج test material can fail if they are subjected to repeated application of stress فاتيج يعني ايه يعني ايه بقعد امسك الماتيريال اللي حدم ايه يحصل لها فاتيج خلاص اتكسرت طب عايز اقبل لك شوية اه زي ما انت شايف كده تمام عندك لود التاني التالت هاي سبيد موتور يقدر يعمل ايه يقدر يخاق يقدر اللود هنا الماتيريال اللي عندك في النص ايه بص الماتيريال في النص ايه تمام وحط هنا ربطة هنا ببيرينجورس وهنا بيرينجورس ويبدأ الماتير ده يحرك يمين ويشميل يمين ويشميل يعني بص اكنك جايب حتة كده ماتيريال وعملت يعمل فاكد عملت اللاحه وتنزل ده الفاتيج test خش بقى بعد كده الفاتيج test عمتا عم بقى عن cyclic loading يعني cyclic يعني حاجة repeated كده or build loading يعني اللود بيحصل لكل فترة معينة كل فترة معينة stress vs number of cycle curve يعني انا ده تبقى ايه بعرض بقى ايه الاكتر من حاجة حاجات متغيرة عندك ناس بقى باللمونيوم number of cycle ببدأ ايه اغير مرة خان عشرة او ثلاثة مرة خان عشرة او ستة واحد كذا وانا بديك امثلة كتيرة لكذا ايه ماتيريال طبعا مفش ها بديك الله عليك حفظ fatigue and endurance limit يعني ايه بقى endurance limit بقى stress various number cycle curve are useful in determining a endurance limit طب ايه الا endurance limit ده بقى ده الا stress اللي تحتي منه material will not fail يعني مش هيصلاها fail regarding risk of number of cycle مع اهمال عدد cycle يعني هي بص الماتيريال مش هتتدمر او هنا فيه يعني تتقطع او تكسر ايه ان كان عدد cycle قديه طب الفاتيج strength the maximum stress ده اقصى maximum stress هيقدر can be sustained for number of loading cycle يعني ده اقصى حاجة لعدد cycle معينة هو من cycle service life يعني كام cycle يقدر service life هنا يعني يقدر الحاجة لسه ما تقدر تشتغل طيب تعاني بصوا اللي تحت كده قالك ال endurance limit قدي ايه ال endurance limit ده 350 ميجا بس كده عارف يعني ايه يعني او عندي حيط الحديدة مليكن يعني عرضت عليها cycles منهاش عدد كتير جدا بس مزجش ال stress بتاعها عن 350 ميجا بايت يقدر يستحمل طب لو اختر بقى لحد مثلا زي كده قالك لا ده انت عندك انا اخرك 100000 cycle والمكسن بتاعك 380 يعني بعد ال 380 هيحصل failure بعد ال 380 هيحصل failure هتكسر تمام اللي هي فين هنا على الرسمة اللي هي هنا شايفة بدأت تطلعي يعني مست هنا الماترة ما حصلهاش اي حاجة ده endurance limit ماشي ايا كان عادة cycle K بعد كده يبدأ يحصلها failure يبدأ ده ايه strategic strength طب الحمد لله المحاضرة خلصت ماشي ديكو لا استندر للماتريالز تمام تمام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة